معاناة كبيرة يعيشها أهالي المناطق الواقعة بالقرب من الحقول النفطية في محافظة البصرة فهذه الحقول التي تعود بمبالغ مالية كبيرة إلى البلد تسببت بتدمير المناطق المحيطة بها إضافة إلى أنها كانت سببا رئيسيا في انتشار أمراض السرطان وغيره من الأمراض المستعصية الأخرى سببت أن حقول نهران عمر أمراض سرطانية وفيات وأمراض كثرة شهريا جاي تزايد وماكو أي إجراءة من قبل الحكومة أو وزارة النفوط بهذا الإجراءة جاي يشوفون هاي النار جاي تأذيني إحنا مواطنين إحنا إنسان إحنا مو يعني هذا إحنا هاي جاي تأذيني أمراض سرطانية أنا عند دخالتي بيت هنا بحيصنا عقريبة عن نار تمرضت من سبب هاي الريحة ومن سبب هاي إحنا لماذا نضليش؟ الناشد من إحنا؟ الناشد الحكومة العراقية إلى متى إحنا عطالة بطالة إحنا ضالين يعني 24 ساعة نايمين ببيوتنا وعلى الرغم من المنافع الاقتصادية لهذه الحقول إلا أن الجزء الأكبر من الأهالي هنا يعيشون تحت خط الفقرة في ظل انتشار البطالة بين صفوف الشباب وعدم تفعيل القوانين الخاصة برعاية المواطنين القريبين من مواقع الحقول النفطية إحنا دعنا نشرنا ملابس نقسلها ونشرها على الحبل مثلا يعني نجي نلقى هذه المنابس كلها صغيرة حمرة من النفط ذرذاذ رذاذ عليها بالإضافة إلى سياراتنا اللي جاءت موجودة مثلا عندنا سيارة السيارة تشتقاها صباح كلها نفط إحنا أجسامنا ما نقدر سببت لنا فد نوع من الحساسية وعلى الصناعية بحساسية بصراحة هذه الشركات ما استفادنا من عدها بهذه الفترة من وجودها من بعد السقوط لحد الآن ما استفادنا من عدها فلذلك يشغلون أصحاب المحافظات الجنوبية هي العمارة والناصرية باقي المحافظات وابناء البصرة ما لهم فرص تعيين ويعني أحمل شهادة دراسات عليا ماجستيرهم حصلة وما عد فرصة عمل عندما يجتمع النقيضان الفقر والغنى تظهروا إلى العلن معاناة لمواطنين لم يجنوا من ثرواتها مدنهم إلا الدمر والأمراض وصعوبة الحياة أكثر من خمسين ألف برميل معدل الإنتاج اليوم لهذا الحقل النفطي الذي لم يجني منه الأهالي سوى التلوث وكثرة الأمراض السرطانية من البصرة علي مهدي قناة الفلوجة